تعتبر عطلة رأس السنة الميلادية فترة حافلة بالاحتفالات والتجمعات العامة التي يترتب عليها زيادة في حركة المرور والحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الرائد خالد بوغيس المكلف بتسيير إدارة الثقافة المرورية في وزارة الداخلية أهلا بك في نشرة الثالثة يعني غالبا ما تشهد بعض الشوارع ازدحامات وحركة مرورية مكثفة خلال احتفالات رأس السنة الميلادية ما هي الترتيبات المرورية التي سيتم اعتمادها لتسهيل عملية المرور مساء الخير عليكم الأستاذ مجهدي الكرام أكيد يعني خلال هالفترة نصمت فضلت وقلست تشهد الشوارع البحرين كثفت مركبات وقصد بعد ما أعلنت عنا حيات البحرين السياحة والمؤارض من فعاليات في هذه المناسبة التي تأتي ضمنها أكيد برامج نوعية كرافل من روافج قطاع السياحة في ملكة البحرين لذلك كل أجهزة وزارة الداخلية تشارك في هذه الفترة لحفظ الأمن وسلامة كل مستخدم الطريق سواء الباطن والمضينة وحتى خلال التواجد والكثافة في هذه المناطق خاصة أن يعلن عنها لإقامة هذه الاحتفالات وستقوم الإدارة عمل مروره مع باقي الأجهزة المعاونة في تنظيم الحركة وتأمين السلامة والتعامل أكيد معه التعامل الفاعل مع نفس الحامات التي قد ستشكل خلال هذه الفترة وإذا اقتبت الحاجة والضرورة المرورية سيتم هناك أكيد سيكون هناك بعض التحويلات المرورية أو غالق بعض المسارات التي تخدم في النهاية الحركة المرورية في النهاية هذه الجهود أو الخطط يتقوم بها وزارة الداخلية كافة من ضمنها لدر عمل مرور الهدث منها السلام للجميع ومن خلال لله الحمد أداء أمني متكامل نعم راد خالد ما هي النصاح التي تقدموها لسائقي المركبات خصوصا للذين يتوجهون إلى مواقع الاحتفالات التي تقيمها مملكة البحرين لأن نسمى قلنا أن ستكون هناك أكيد كثافة مركبات ستكون هناك فعاليات إن شاء الله بهذه المناسبة يمكن من أهم النصاح الخروج وقت كافي لأن الرحلة ستكون أطول من المعتاد فسيعلن عن أوقات هذه الفعاليات أو حتى المكان ستتسجه لحف يبالك أنه ستكون رحلة أطول من المعتاد فيطلع قابل من الوقت الكافي حتى تصل إن شاء الله لهذه الفعالية وأيضا من خلالكم دائما منوح ضرورة الانتزام بكافة الأنظمة والقواع الموروية من أهمها بناطق الصعانيات ستم توفير مواقف للمركبات ترجاء الانتزام بالمواقف هذه المخصصة وعدم الوقوف الخاطئ أو الوقوف خارج هذه المناطق التي ستسبب فيها ضحامات مرورية وأولياء الأمور لا بد أن يضعوا بالهم على أبنائهم خلال تجوالهم كمشاف خلال هذه المناطق وفي النهاية أكيد المشاة لا بد أن يراعوا أثناء استخدام الطريقة العامة وثناء العبور تعليمات الرجال المورسة سيكون موجودين في كل التقاطع حاصل مهم للإستقام فيها الفعالية وكثافة المرورية والحفاظ على سلامتهم أكيد هي في النهاية مطلب لنا جميعا وزارة الداخلية من شكل خاطئ نعم بكل تأكيد الرائد خالد بوغيس المكلف بتسيير إدارة الثقافة المرورية في وزارة الداخلية شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك